اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب لكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب الفيديو لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركة الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم من أسماء الله العظيم الجليل الكريم اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب وإذا استنصر به نصر وإذا استهدي به هدى وإذا استعين به أعان وإذا استرحم به رحم وقد أخفه الله عن عباده رحمة بهم ألوه به وبغيره من أسمائه وصفاته فإذا ما أذنبوا سألوه باسمه يا غفور وإذا طلبوه الرحمة قالوا يا رحيم وإذا ذاق عليهم الرزق نادوه يا رزاق وإذا رجوا فضله قالوا يا لطيف وقد تحى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث التي توحي بسم الله الأعظم الأكرم فعن بريد رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد فقال لقد سألت الله بالإسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب رواه أبو داود والترمدي وابن ماجة وابن حبان وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عياش زيد بن الصامت وهو يصلي وهو يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب رواه أحمد وابن ماجة والحاكم ورواه أحمد وأبو داود والنساء وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وقرأ قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقرأ كذلك فاتحة صورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم رواه أبو داود والترمدي وابن ماجة ومعنى هذا أن اسم الله الأعظم ربما يكون الرحمن الرحيم أو الحي القيوم أو لا إله إلا هو والله أعلم إذا أتممتم الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على نبينا محمد ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركة هذا الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم فالدال على الخير كفاعله